في إطار المساعي التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين والمخالفين لفذت مساء أمس حملة أمنية موسعة على منطقة حوالي بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد وعدد من القيادات الأمنية الميدانية الحملة أسفرت عن ضبط 172 مطلوبا ومخالفا حيث تبين أن 20 شخصا منهم مطلوبون على ذمم قضايا مدنية و28 شخصا مسجل بحق تغيب فيما ضبط 93 شخصا بدون إثبات في إطار المساعي التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين والمخالفين نفذت مساء اليوم الثلاثاء حملة أمنية موسعة على منطقة حوالي بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد وعدد من القيادات الميدانية المختصة من الأمن العام والعمليات ومباحث شؤون الإقامة وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط المنطقة في إطار خطة تلاولت كافة محاور وأليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها وأوجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وطبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم تفتيش بعض الأماكن المشبوهة والتدقيق على أوراق المارة بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين وأسفرت الحملة عن ضبط 172 مطلوبا ومخالفا تبين أن 20 منهم مطلوبون على ذمة قضايا مدنية و28 مسجل بحقهم تغيب فيما طبط 93 شخصا بدون إثبات و30 شخصا مخالفون لقانون الإقامة كما ألقي القبض على شخص واحد مطلوب على ذمة قضية جنائية وجرى حجز ثماني مركبات ومركبتان أخريان مطلوبتان هذا وتم خلال الحمل الاستعلام عن 680 شخصا وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ضرف طارئ أو ردود أفعال مؤقتة وإنما تأتي ضمن نهج عملي وميداني مدروس وذلك في ظل خطة شاملة تنتهجه وزارة الداخلية لخفض نسبة الجريمة في البلاد الأمر الذي ظهرت آثره الإيجابية واضحة وجلية في الآونة الأخيرة ولذا فإن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في متابعة ورصد المجرمين أينما كانوا وأشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرض أنفسهم للمساءلة القانونية وأشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم شكرا